حقائق عن البحر الأحمر أجمل بحار العالمي البحر الأحمر هو عبارة عن شريط مائي طويل وضيق يبلغ طوله 1930 كم بدءا من مضيق قناة السويس حتى مضيق باب المندب وهو لي تجاوز متوسط عرضه 280 كم أما أقصى عرض له يصل إلى 360 كم ويوصف بأنه عميق حيث يقدر متوسط عمقه بنحو 490 متر وأيضا يمكن أن يصل عمقه إلى 2300 متر في بعض المناطق المتوسطة منه يحتل البحر الأحمر المركز الحادي عشر من حيث المساحة والتي تبلغ 438 ألف كم مربع وتقع الأراضي المحيطة بالبحر الأحمر ضمن ثمانية دول تطل عليه وهي الأردن، فلسطين، مصر، السودان، إريتريا، جيبوتي، السعودية، اليمن يعتبر البحر الأحمر موطنا لعدد ضخم من الكائنات البحرية والشعاب المرغانية بالإضافة إلى أكثر من ألف نوع من الحيوانات اللافقارية كما يعتبر من البحار القائمة في الأجزاء الشمالية للمنطقة الاستوائية ظهر البحر الأحمر من خلال انفصال شبه الجزيرة العربية عن قارة إفريقيا الناتج عن حركة الصدع الموجود في البحر الأحمر حيث بدأ هذا الانشقاق في مرحلتين حركة إفريقيا بعيدا عن شبه الجزيرة العربية قبل خمسة وخمسون مليون سنة وخليج السويسي قبل ثلاثون مليون سنة والجزء الشمالي قبل عشرون مليون سنة بدأت المرحلة الثانية قبل أربع مليون سنة تقريبا ونتج عنها تشكيل الحوض الصغير في خليج العقبة والجزء الجنوبي من البحر الأحمر وما زالت حركة الصفائح مستمرة حيث أن النشاط الزلزالية والبركانية يعد مؤشرا على ذلك سبب تسمية البحر الأحمر أخذ البحر الأحمر الكثير من الأسماء عبر التاريخ كبحر القلزم وبحر الحبشة وبحر فارس هناك عدة آراء حول تسميته بالبحر الأحمر بسبب الإزدهار الموسمي لنوع من الطحالب ذات اللون الأحمر بالقرب من سطح الماء بسبب وجود سلاسل من الجبال الحمراء بمحاذاة سواحله الغربية أدى إلى إنعكاس ظلالها على سطح البحر وإعطائه اللون الأحمر تم تسميته نسبة إلى الصحراء المصرية والتي كانت تدعى سابقا بالأرض الحمراء يرجع تسميته إلى وجود بعض القبائل اليمنية التي سكنت بالقرب من البحر وكانت تسمى بقبائل الأحمر كان يستدل قديما على الاتجاهات الأربعة عن طريق الألوان واللون الأحمر يدل على الجنوب واللون الأسود يدل على الشمال وهكذا أخذت البحار تسمية الألوان وموسيقى ترجمة نانسي قنقر